السلام عليكم ورحمة الله تعالى متابعة قناة صحتك في معلومة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الفيديو ان شاء الله سوف نقدم لكم أهم الفوضة الصحية لتناول القرفة ممزوجة بالحليب بالتأكيد قد سمعت عن فوائد القرفة ممزوجة بالحليب قبل النوم تتميز القرفة أن لها خصاص مضادة للبيكتيريا ومضادة للفطريات ومضادة للفيروسات ويمكن أن يستخدم مشروب القرفة بالحليب قبل النوم لكي يساعدك على الاسترخاء والحصول على نوم أفضل وهدئ متابعين الكروم إذن إلى هذا الفيديو على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس لكي يصلكم كل إشعارات القناة إن شاء الله وإليكم فيها التقرير التالي أهم الفوضة الصحية لتناول القرفة ممزوجة بالحليب فابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل تعلم ماذا يحصل في الجسم عند تناول القرفة ممزوجة بالحليب فوائد صحية لتناول هذا المشروب لا تعد ولا تعصى القرفة والحليب يتميز مشروب الحليب بالقرفة بإحتوائه على الكثير من العنصر الغذائية المهمة للجسم كالبروتيناتا والأليافة والفيتاميناتا مثل فيتامين باء وفيتامين جيم والعديد من المعادن مثل الكاليسيوم والفسور والحديدة بالإضافة إلى السعرات الحارية المهمة لجسم الإنسان وهو ما يساهم في علاج الكثير من مشاكل الجسم كمشاكل البشرة وتكمن أهمية الحليب بدوره في الوقاية من الإصابات بمرض هشاشة العظامة والمحافظة على صحة الأسنين بينما تعد القرفة من الأعشاب الطبعية والنباتات العطرية التي تساهم في الحفاظ على صحة القلب وسلامة الدماغ ولا بد من الإشارة إلى تعدد استخدامات هذا الخليط حيث يدخل في إعداد الكثير من الأطباق الرئيسية والحلويات وبعض أنواع المشروبات وفي هذا الفيديو بمشيئة الله تعالى سوف نقدم لكم أهم الفوضة الصحية العظيمة لتناول مشروب القرفة والحليب معنا متابعين الكروم لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبيا ولإستخدام أكثر أمان يجب عليكم استشوارة الطبيب وخصوصا للمرأة الحامل والذين يوظبون على تناول الأدوية بشكل مستمر فوائد تناول مشروب القرفة والحليب إن تناول هذا المشروب ينشط الدورة الدموية في الجسم ويزود جسم الإنسان بالطوقة مما يساهم في زيارة تدفعة الجسم إن تناول هذا المزيج يضبط نسبة السوائل بالجسم ويعالج البرد لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من الشعور المستمرة ببرود الأطراف إن تناول هذا المزيج يعالج مشاكل الجهاز الهضمية كالإسهالة وعسر الهضمة وإضطرابات المعدة إن تناول هذا المزيج الصحي يزود الجسم بالسوائل مما يحميه من الإصابة بالجفافة ويعالج اضطرابات النوم مثل الأرق والقلق عن طريق شرب كوب منه قبل النوم إن تناول هذا المزيج الصحي يعالج مشاكل تسوس الأسنين ويقالل التهبات اللثة ويقي من الإصابة بهشاشة العظامة لإحتوائه على الكثير من الكاليسيوم ويخفض ضغط الدم المرتفع لإحتوائه على البوتاسيوم إن تناول هذا المزيج المزهل ينظم مستوى السكرية في الدم ويساعد على حرق الدهون في الجسم مما يساهم في تخسيس الوزن ويعالج المتلازم الأيضية إن تناول هذا المزيج يزيد الإحساس بالشبع ويحتوي على القليل من السعودات الحارية ويقضي على حصي الكل ويقي من الإصابة بسرطون القولون والثادية ويقي من الإصابة أيضا بمرض تصلب الشرين والجلطوطة ويعالج تشنجات العضلات وينظم الدورة الشهرية ويخفف آلامها يقلل نسبة الكورسترول الدور في الجسم مما يساهم في حماية القلب من الإصابة بالعديد من الأمراض كالسكتة القلبية كيف يتعمل مشروب القرفة بالحليب المكونات كوب من الحليب ملعقتين صغيرتين من القرفة سكر أو عسل للتحلية حسب الرغبة كيفية التحضير ضع القرفة في كوب من الحليب الدافئ ثم أمزج المكونات جيدا ضع القليل من السكر أو العسل للتحلية القرفة بالحليب لعلاجها من شكل البشرة المكونات ملعقتين صغيرتين من الحليب ملعقتين كبيرتين من العسل نص ملعقة كبيرة من الفانيليا ملعقة صغيرة من القرفة كيفية تحضير هذا المزيج؟ أمزجي الحليب والعسل والفانيليا والقرفة ضعي المزيج على وجهك ودعيه لمدة ربع ساعة ثم أغسل وجهك بالماء الدافئ أحرصي على تكرار هذه الطريقة من أجل التخلص من مشاكل البشرة كالهلات السوداء وترطيبة وتفتيح البشرة متابعين الكروم إذا نال هذا الفيديو على إعجابكم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل إيقونة الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة من قناتكم صحتك في معلومة نتمنى لكم دائما دوامي الصحة والعافية